بحدي عنده اي استفسارات خاصة بالمقادرة اللي فاتت قبل ما نتخش بالجديد. دكتور انا كنت عندي بس استفسار بقصوص الاسايمنت اللي هو الديتا سيت 3 والديتا سيت 4. فدي انا خدها مع حضرتك دلوقتي. ايش 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 ايش. طيب هو بس كان فيه بالنسبة للديتا سيت 3 كان فيه الـإندكس. اهه كان في الـولد كان مكتوب جانبه specifications. فانا ما فهمهدش. يعني بيعبر عن ايه بالزلي. او او يتمكنه معetin ArmIGN hope or not. ايديكس. اي اي ايديكس لازم بقاله سنة اساس. تمام? يعني ايه سنة الاساس? يعني لما بقولك 1900 يعني سنة الاساس المحصوب علي الانديكس ده هي سنة الف تسعمية. يعني ايه? يعني لو انت لقيت دولة الاندكس صحة مسلا مية خمسة وعشرين في المية. معناها ايه? معناها ان الاندكس تالعمالة زاد في الدولة دي عن سنة الف وتسعمية بنسبة خمسة وعشرين في المية. لو كان دولة مسلا لقيت الاندكس صحة تمانين في المية. معناها ان ايه? الاندكس ده قل عشرين في المية عن سنة الف تسعمية. فهنا ده سكيل طالما حاجة سكيل مش هتعمل لها كودينج فهو بس الرقم عشان يبين الاندكس ده له سنة اساس كامل زي مثلا الرقم القياسي للاسعار وزي مثلا المعادرات التضخم والكلام من ده بتقول محسوبة على سنة اساس يعني نقول لك مثلا المعادر التضخم في مصر 27% وسنة الاساس مثلا بتاعتنا كان سنة 2000 يبقى كأن التضخم زاد عن سنة 2000 ب27% فدائما اي اندكس بيبقى له بيبقى له سنة اساس هادي ده اللي المكتوب في التعريف في الصفحة دي اه الهي اكس تسعة اه مزبوط اه تمام فبيقول لك ان تمام وبينكو سنة 1900 يعني معناها ان الاندكس ده سنة الاساس بتاعته هي سنة 1900 فلو الدولة الاندكس فيها اكتر من مية في المية يبقى الصناعة زادت في الدولة دي عن سنة 1900 بنسبة كذا ولو اقل من المية في المية يبقى الصناعة اقلت في الدولة دي بنسبة كذا اه دي ده معنى كده بس لكن مولوش اي تأثير في اي حاجة ايه هاي ستير زو بسكول كومبليتد هو المية هنا هيبقى اوردينال ولا هيبقى سكيل ادي ايه داتا سيت فور هاي ستير او سكول كومبليتد يعني هو اه الشخص ده متعلم اه لغاية السنة كان في الهاي سكول دايما في امريكا معظم الناس بتعلم لغاية السنوية وخلاص على كده قليل اللي بيكامل دراسة بعد السنوية عادة بيلجاوا ليه الشغل الاول وبعد شوية سنة اين ثلاثة اربعة بعد ما يخلص يبدأ يلجأ للتعليم العالي ده لوحيس فهنا بالنسبة ليه الهايست آآ يعني هم مكمل كام سنة في الهاي سكول فدي هتعتبرها على انها ايه على انها آآ سكيل شغال وممكن تعتبرها انها اوردينال برضو شغال لكن هو يفضل هنا انك انت تعملها سكيل يعني يفضل هنا انك انت تعملها سكيل لكن لو عملتها اوردينال ما فيش مشكلة لكن ما ينفعش طبعا تعملها نامنال يعني فيه حاجات كده للفاري ما تنفعش طبعا كده لكن فيه حاجتين ممكن ينفع يعني مثلا انت زي ما قلت ان مثلا على سبيل المثال اللي هو انا بتكلم على السلري فالسلري حاجة من اتنين يم يتعامل سكيل يم يتعامل اوردينال قلنا هيتعامل سكيل لو مش متقسم رينجيس وهيتعامل اوردينال لو متقسم رينجيس لكن اللي يمكن تعمله نامنال استحالة يعني غلط انك انت تعمله نامنال اما يجعله الوظيفة الوظيفة ممكن تبقى نامنال حسب بيه متقسم زي ممكن تبقى اوردينال حسب متقسم زي لكن ما ينفعش اعمل وظيفة سكيل فهو هنا حاجة زي كده اللي هو الهيس سكول ده ينفع يبقى سكيل وينفع يبقى اوردينال لكن استحالة تعمله نامنال ايه تيجي اه فيه دكتور سؤال طب نكمل بس اللي كان بيسأل بس فقدله كمان سؤالة او حاجة يكمله بعدين حدك يسأل وراء دكتور هو فيه سؤال رقم ثلاثة بالنسبة للداتا سيت سري اللي هو اللي هو 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 هنا مش موضح يعني يعني مش موضح هي الداتة يبتتكلم على ايه الداتة يبتتكلم على بتتكلم على الدول مزبوط يعني بتاعت الدول طالعوه مش محددلك حاجة يبقى الدولة يبقى اللي يتحط على الـ كل الدول يعني كل الدول الـ هتختار الـ خلاص على الـ هيحط لك كل الدول على الـ ويبقى البر ارتفاعه هو نسبة السكان اللي فوق الخمسة وستين سنة ده اللي يتحط على الـ يعني هتحط على الـ و و وهتحط على الـ حيث هيطلع لي التشارت فيها احنا لدينا تسعة عشر دولة فهيطلع لك تسعة عشر بار ارتفاع البر بيمثل نسبة السكان اللي فوق الخمسة وستين سنة في الدولة احنا لدينا بالنسبة للـ وي أكسس والإكس أكسس كان فيه زي ريفرانس كده بالنسبة للسكيل اه الباريت شارت الباريت شارت اللي تحط على الإكس أكسس دايما حاجة يعني حاجة كاتيجوريكال فهنا الدولة تنفع تتحط على الإكس أكسس واللي تحط على الـ يعمل زي النسبة السكان في الخمسة وستين سنة ده سكيل او كوانتاتيف أوردنل الأوردنل ممكن يبقى كوانتاتيف وممكن يبقى كوالتاتيف زي مثلا التعليم التعليم لو انت إيسو ليفلز بكاديوز مجالسيب الدكرة ده كوالتاتيف أوردنل والتعليم لو انت إيسو مع عدد سنوات التعليم يبقى ده كوانتاتيف أوردنل فيمشي كده ويمشي كده فدايما في الباريت شارت او الباييت شارت اللي تحط على الإكس أكسس دايما يا جماعة. طبع حاجة كاتيجوريكا. واللي اتحط على الواي اكسز يسكيلي اوردنل. بس الوردنل اللي هو تمام. تمام? ايه تاني جمعا? عد عنده اي استفسارات تانية? اه دكتور اللي سامحت هو هنا في البرنامج بيعمل اوتو سيف بواحده اللي انا مسلا. لا ما بيعملش اوتو سيف. اه. عشان اتجنب اي مشكلة مسلا لو انا شغال. كل شوية دوس. اه يعني لازم انا سايف. كل ما تجاوب على سؤال اه كل عليك هتدوس على الديسك ده. الديسك ده لو مطفي يبقى انت مسايف خلاص. لو منور تدوس عليك. يجي مسايف باخر وضع. فانت كل ايه شوية في ده كل ما بقى انت مسلا بتجاوب على سئلة. كل سؤال تجاوب وتجي دايس على الزرار ده. بس كده. اه دكتور. ايه تاني. فاضح. اه دكتور معلش بالنسبة لداتا سيت فور. هو الكي او الكودينج. اه ما كانتش متوضح بالزبط يعني اه يعني كل حاجة بتعبر عني في الحاجات اللي هي اللي فيها كودينج زي. الترتيب اللي بين قوسين. الترتيب اللي بين قوسين هو ده. اها. يعني هنا الجندر ميل في ميل. يبقى الميل وان وفي ميل تو. الريس وايد بلاك ازرس يبقى وان تو ثري وهكذا وانت ماشي. طب دكتور معلش لو امكان ممكن حضرتك بس عشان بس الداتا طيب معرفش هل انا بس اللي كنت يعني كان عندي صعوبة في ان انا حددها ولا زميلي برضو نفس الكلام. هل ممكن حاجة سريعا كده تقول لنا يعني ايتم ايتم ده يعني لما عمله داتا يعني حدد الداتا طيب بتاعه حضرتك تقول لنا بس يعني ترجع معنا كده الحاجات كل حاجة كان نوحة ايه. ادي هم. مثلا دول ادي قدام بهم. الجندر. نومنال. الريس. نومنال. السالري. نومنال. الجنرال هابينيس. نومنال. اللايف ايجز. نومنال. الـ X7. عدد البرازر والسيسترز. دي تمشي أوردنال وتمشي سكيل. عدد الشيرن تمشي أوردنال وتمشي تسكيل. الـ Age سكيل. الـ Highest school تمشي أوردنال وتمشي سكيل. الـ Occupancy. نومنال. الـ Most Important Problem في اللاست اتناشر منثه دي. دي نومنال. هدي ده بالنسبة ليه داتا سيت فور. تمام. داتا سيت سري. فضل. هو دكتور في. مالش. 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 X5 و X6. X5 و X6. ففور أيوة. قبل ما أحررت تعديها. هدي فورة. X5 و X6. أقول لك. ما يمشوش أوردنال. أقول لك أقول. أقول لك أقول. X6 تمشي أوردنال. مش هم مترتبة صح. Exciting. routine. ضل. دي تمشي أوردن. دي تمشي أوردن. دي تمشي أوردن. عشان الترتيب مزبوط. Exciting أعلى حاجة. أقل منها الروتين. أقل منها تضل. لكن تعال في الجنرال هابلس. الترتيب مش مزبوط. عارف لو كأن الترتيب ماشي. pretty happy. بعدين very happy. وبعدين not happy. كنت مشيها أوردن. لكن لو هي ماشي كده very happy ده one. pretty happy ده two. not happy ده three. يبقى كده هتعتبر not أوردن. فلو أنت. هتبقى نعمل. فلو أنت اللي بتكريات الفايل من الأول. يعني لو أنت اللي بتكريات الفايل من الأول. وانت اللي بتحطي له الكودينج. امشي الكودينج بالترتيب من الأوحش الأحسن. يعني إيه من الأوحش الأحسن. يعني إنت مثلا هنا. أما جاء على X6 دي. is life exciting؟ هتعمل إيه؟ وعندك الثلاث إجابات دي يضل. يعني حاجة مملة كده. روتينية. ولا exciting حاجة مصيرة. إبقى أنت هتعمل الضل دي. هتبقى واحد. الروتين اثنين. exciting three. كده تعتبر أوردن. وإنت مغمط. والدنيا مزبوطة. وصح. لكن لو الأوردرز اختلفت نفعشهم عليها أوردن. هتقول عليها nominal. هتقول عليها nominal. نفس الكلام في الجنرال happiness. لو كان الترتيب pretty happy very happy not happy كدتها ماشية أوردن. ولما تماشية أوردن. النط هابي هو ده اللي بوان. لدي تتمشي من الصغير للكبير. النط هابي دوان. وبعدين very happy ده two. وبعدين pretty happy ده يبقى three. كده تمشي أوردن. الترتيب مختلف ما منفعش قول عليها أوردن. يبقى الحل الوحيد تقول عليها nominal. كده x6 كمان بقى دكتور هتبقى برضو nominal. مش كده؟ لأنها متكودة للأسف في الإجزامبل كده. ده one وده two وده three. خلاص. لكن انت دائما لو انت بتكريت الفايل بنفسك من الأول. يبقى لازم تاخد بالك من الحاجات دي. لما جي مثلا مستوى التعليم. باكريوس ماجيسير دكتوراه. ده هتعمله أوردن. بس لما تيجي تكود الباكريوس يبقى one. الماجيسير يبقى two. الدكتوراه تبقى three. عارف لو كاست الكودين. لما تيجي تعمل الاناليسز يطلع لك كل حاجة بإشارتها معكوس. العلاقة الباصف يطلع لك إشارتها نيجاتف. والعلاقة النيجاتف يطلع لك إشارتها باصف. فالدنيا بتطلعها. فنخلي بالنا أي من الحيطة دي. مالش يا دكتور لو انا عملت ال data في وقت من الوقات ان هي يعني ordinal. وحضرتك قلت انها مثلا دلوقتي نامجة عدلها. الجراف والحاجات اللي قريدي اتعملت. ما هتتأثر؟ الجراف اللي بيمشي على النامجة هو هو اللي بيمشي على الوردن. يعني حتى لاحظ انا بقول لك كما تيجي تحط الـ variable يا نامنة لأوردن. فمش فارق. انت كنت عامله حتى لو عامله غلط مش هتفرق. حتى لو عامله غلط مش هتفرق. عملته نامنة اللي رجعت عدلته. هل بيأثر في حاجة؟ بيأصرش في حاجة. فما تيلاقش من حاجة الـ defense. دكتور بعد اسمك. لما بنيجي نعمل بنيجي نعمل labeling. هل لازم ببدأ بواحد يعني احيانا ممكن ابدأ واحد ممكن ابدأ بزيرو. هل ده بيفرق ولا مش فارق؟ الكودنج يفضل تبدأ بـ الكودنج يفضل تبدأ بـ لكن لو ده بزيرو مفيش مشكلة. الحاجة الوحيدة اللي يفضل تبدأها بزيرو. الحاجة اللي فيها حاجتين بس. yes or no. فدي تعملها وان وزيرو. ميلو في ميل يفضل تعملها وان وزيرو. الحاجة اللي فيها اكتر من اتنين. لأ. one two three. ماشي كده؟ يعني الجندر هنا. ينفع one و two شغالة. مش هتقولك لأ. one وزيرو ينفع. انا يا احسن الone والزيرو احسن. لما هاجي بعد كده لما اكلمك في الريجريشان اناليسيز هقولك ان ايه؟ اللي ينفع يخش في المادلز كان منها الهي zero والون. الone والتو ما تنفعش لازم اعمل لها ايه حاجة اسمها اقضامي. فانت دايما كده. الحاجة اللي هي اتنين. اللي هي اه اللي هي يا كده يا كده. ما فيش ما فيش حاجة تالتة. دي تعملها zero وان ده احسن. ده احسن. لكن لو عملتها one و two. الشغال مش هتقول لا. بس هتيجي عند حتة معينة. لازم اقلبها zero وان. احنا واحدة شغالين. تماما. لما اجعل شرخ لك بقى موضوع راس. ده اخر موضوع بيتشرح في المحاضرات. هقولك لا الحاجة اللي هي حاجتين لازم تعملها one و zero. one و two مش هتنفع تخش في الموضوع. فيبقى انت من البداية تعملها ايه. one و zero. مين zero و مين ور ما تفريش. يعني اختيارك بقى مين يبقى ايه. في الحاجات اللي هي المنال وال zero و one و كلام من ده. ما تفريش خلاص. تعمل يا دكتور. معلش اخر حاجة الا. يعني عشان استوضح اللي هو السؤال. انت عمر ان احنا لو ال data جينا نغيرها دلوقتي. ال graphs automatic هتتغير. على ال types. ولا كده كده يعني. ايه. خلاص هو ال graph طلع و مكتوب فيه gender. ما بيولكش نوع ايه في ال graph. gender خلاص انت عملها من العمل اللي اقولت. مش هتفرق بقى غيرتها ما غيرتهاش. ال graph ولا هيتأثر. ولا هيبدي الحاجة. لان ال graph بيظهر عليه اسم ال variable. ما بيظهرش عليه نوع ايه. النوع دي حاجة داخلية في ال software. ما لاش علاقة فيه ال graph والكلام ده. ايه. شكرا. ايه. مش هتصل. ايه تاني يا جباب. بعد اذنك يا دكتور. ال data set 4 اللي حددك تفتحه. بس اللي هو ال x6. يعني مش فاهم يا دكتور دلوقتي لو. لو انا حبيت احطه في ال values. وحبيت احط له تكويت. coding. تمام كده. وحطت. تمام. طيب انا لو حبيت اعمله. ما انا هقول لك او انت مكبر عكش. انا اللي اعطيك ال data كده. خلاص. لكن لو انت انت اللي بت create the file ده من الاول. انت اللي بتجمع ال data. وانت اللي وزعت. فلما تيجي تعمل. اكس اكس ده. اعمله ordinal. وكويده. ضل. واحد. روتين. اثنين. اكسايتنج. تلاتة. ده الصح. يعني انا ما ينفعش اغير حاجة طول ما هي data جايلي كده. يعني ما ينفعش ان انا اكود one two three من تحت الفوق. طول ما هي جايلي من فوق لتحت. بالصبب كده. لان هو data متكودة كده. متكودة ده. ده وقت code one. وده وقت code two. وده وقت code three. فانت لو عكست. يبقى اللي كان قال للحياة. انت خليته بقى اتضل. يبقى الدنيا اختلف انت. واللي كان شاهد في الحياة. ان الدنيا. ده مثلا عشان كان بيشتغل شغلانة معينة. فلو انت قالت. اصبح كل حاجة اتعكست. ايو ايو. تمام. تمام. ايو تمام. عفو. لكن انت وانت بتكريت data. انت بقى بتاخد. يبقى انت ايه. اللي بتضبط الدنيا من الاول. في الاتجاه الايه. في الاتجاه السليم. اتفاضل. الطيب بتاع data set three يا دكتور معلش. data set three ايه. فاضل. دي data set three قدامي ايه. حضرتك لو ممكن بس ترجع لنا على الطيب بتاعها كلها بسرعة. زي data set three قدامي. اوكي. ال country. دي اولا نحن تبقى string. nominal. country. string. و nominal. ال x2. الجي سابن ميمبر. بص كده هي معمولة يصنوها هي. واحد وزير. واحد وزير. كان ممكن تتعمل one two. ممكن تتعمل one two. بس من الاحسن. ال one وزير. يعني اي حاجة هي صنوه يفضل one zero. لكن لو انت عملتها one two. شغالة معك في حاجات كتيرة كل جرف شغالة وحاجات كده شغالة. لكن لما اجي عن داخل. الرجلشان انالسيز. وانتهم ما ينفعش. لازل تبقى one zero. عشان كده يبقى من البداية نعمل ايه? one zero. يبقى دي ال G7 member. دي nominal. ال X3. ال total area of the country. مساحة الدولة. scale. ال population in thousand. scale. نسبة السكان الفول خمسة و ستين سنة. scale. ال exchange rate. per US dollar. سعر الصار في عملة الدولة بالدولار. scale. ال gross domestic product. scale. ال energy use. scale. ال index of total manufacturing. scale. X10. ال total labor force. scale. scale. ال region nominal. بس ادي دول الحداشر variable اللي اللي عندك. يبقى عندنا التلاتة nominal. والبقى كله scale. التلاتة nominal اللي هم مين? ال region. ال G7 member. وال country. التلاتة دول nominal. البقى كله scale. لانها quantitative data. مش متقسمة range. ستبقى scale على طول وانت مغمط. ال country nominal. خلاص. ال G7 member أي حاجة يصل. nominal. ال region. nominal. اشترتيب. ادي ايه القصة. اوه دكتور شوف. افهمة كده ايما. ارعم. اي استفسارات تانية. اهو مع الوقت. ال الكلام ده بيبقى بيبقى ساهل بيبقى. اه خلاص. انت فهمت اللوذيك اللي وراء الموضوعي. هتلاقي نفسك بتعرف تعمله لوحدك كويسا. دكتور مالشو استفسار. صد. اه انا رسمت الجراف بتاع اه رقم اتنين في داتا سيت تري. رقم اتنين. اه. اي. مال. مال الجراف. دكتور اه يعني ده احنا بنحط في اللي هو الاريا بتاعة الكونتري. وبنحط في ال اكس اكسس بنحط الكونتري كلهم وبنعمل في الفلتر اللي هو جي سبن ممبر. صح? غلط طبعا. اقول لك. خلاص. على اكس اكسس. والاريا على اكسس. بس مش محتاجة لفلتر والكلام مندي. يعني هو عايز الممبر والنن ممبر. اي. ما هنم الدول المتقسمة يا ممبر يا نن ممبر. فهو ده اللي يتحطها على اكس اكس. فالرأس ما هيطلع فيها كم عمود اتنين. عمود بيمثل الارج ايريا في الممبر. الامة السبعة دول العظماء. وعمود بيمثل الارج ايريا في بقيت الدول بس. فهي الرسمة فيها عمودين مش عطل. يعني هي الرسمة لما ترسمها تطلع كده. اه لا اذا انا هتجايل الكل من ال 29 دولة. لا. اما انا بقول انت بقيت هتحط هنا ال جي سابن ممبر. هيطلع هم يام ممبر يام ياس. يام نوب. خلاص هادي الجي سامن ممبر ياس انوك. وهنا الاريا. اللي هي الارج ايريا. انت ما احط الاريا هو يحط لك المين على حول المين اياتي. يبقى العمود الاولي ارتفاعه بيمثل متوسط الاريا بتاعت الدول السبع دول. والعمود الثاني ارتفاعه بيمثل متوسط الاريا في بقيت الدول. كنت هم ال 22 دولة البقية. يعني دول سبع دول? دول 22 دولة. ده متوسط الاريا الديه. وده متوسط الاريا الديه. فمش محتاجة لفلتر ولا يا حاجة مني. اه. انا اخدت للتر كلهم انا فكرت اللي هو عايز ال G. اه فحطلت الapan. اتا فكرت عايز ال Yes بس. اه لا انا عملت لكل دولة الوحيدة طلعت اه لا لا انا عايز الافريج هو بيقولك الافريج اريا اه لا مزبوط معايا الافريج اه وفي الفلتر لا اه لا هي ملاحش حل غير كده اي حل تاني هتفكر فيه مش هيديك رسمة مطلوبة اه ما انا طلعت هي دي رسمة صعبة في الهرية بتاعتها اه صعبة ازاي يا مش عبر صعبة لا لا 29 عمود صغيرين قوي فمش بينين ايو مع بزرق عشان انت ما عبرتش على المطلوب انا في حينت اللي هو جي سيفن ممبر يعني لازم كل الكنتري الان ممبر دولي انا فحطت كل الكنتري خلاص تمام واضح كده لا لا تمام تمام اه ورقم 6 دكتور معلش برضو 6 في نفس الداتا اه داتا سيت سري داتا سيت سري اه رقم 6 انا هنعمل اه هو انا البي تشارت بعمله بار تشارت وبعد كده بحوله ايو اه هنا البي ما فيهاش مينمم يعني البي تشارت ما فيهاش المينمم فهتضطر تعملها بار وتتحولها اه طب دي تضغط الكلام دي تشارتناها طبعا اه طب هي دي بيزهر فيها 29 دولة صح ولا اه لا دي ممبر زي ما انا كنت اه اه المينمم يعني المينمبر دول سبعة مين المينمم بتاعهم والنمينمبر دول 22 دولة مين المينمم بتاعهم بس هيطلع لك برضو عمو دي في البار ولما يتقلبوا في الباي هيبقى الباي متقسمة الى الشرحتين بس الشريحة بتمثل المينمبر دولة مستقل ها لا انا عملتها لك كل فعله لا ما هو دايما بص يا جماعة انت بص على السؤال وانت لازم ومتخيل الرسمة تطلع ازاي الاول لازم ومتخيل الرسمة تطلع ازاي عشان تبعارف ان انت عملته صحة ولا غير لكن هو مش الظرارة بندوس عليها خلاص في الاس باي اس اس لأ يعني هنا بقول لك ايه draw a pie chart that shows minimum gross domestic product of g7 member and non member تبا كان انا عايز اشوف ايه عايز اشوف الممبر دول سبعة دول خلاص مين المينممم بتاعهم مثلا امريكا الاثنين وعشرين ال non member 22 دولة مين المينممم بتاعهم تطلع مثلا اه مصر كده يا فيبقى في الاخر رسمة عبارة عن حكتين المينمم بتاع الممبر والمينممممم دي الرسمة لازم تقول كده تطلع لي بقى رسمة فيها عشرين تلاتين بار يبقى دي حق غلط مش مظبوط ايش هو ده اللي الرسمة بيعبر عنه يعني ماس اللي قبلها ماس رقم خمسة بقول لك draw a pie chart that shows the average labor force of each region احنا عندنا كم region ثلاثة يبقى الرسمة ال pie دي تتقسم ثلاث شرايف كل شريحة بتمثل ايه بتمثل the average بتاع labor force في كل region انت مثلا ال region بتقسم الي نورس امريكا وال far east واوروبا خلاص نورس امريكا ثلاث دول نورس امريكا ثلاث دول the average فلاحهم كام عادي شريحة بالنسبة ليه the far east مثلا 10 دول the average فلاحهم كام قاديهم دول اوروبا الباقي 10 دول كمان مثلا ولا 15 دول خلاص the average فلاحهم كام يبقى ادي الرسمة دي الرسمة المتخايل الرسمة هتطلع شكلها عامل ازاي عشان لما الصفت وير يشتغل أبعارف ده صح ولا غلط لكن مش اي رسمة يتلاحظ الصفت وير انت لما تختار اي هو الصفت وير بيرسم اللي انت حططوله هو رسم صح اللي انت حططوله لكن قد يكون ده مش هو ده اللي انت عايزه يبقى انت اكيد غزيته المعلومات غلط لسا قادي القصة في الان هو بيشتغل على المعلومات اللي انت بتندهاجه اعطيتم معلومة صح يديك رسم الصح المطلوب اعطيتم معلومة غلط هات رسم ثاني لأ وانا فهمت اللي هو محتاج بقي 22 دولة فبحط بكل فهي ده بس يعني هم السؤالين نفس الاجابة يعني حسبتها بس بطريعة لكل الكنتري تمام تمام دكتور معلش بقول لنا حضرتك اللي هو في أول سؤال دوت هو كل مطلوب لازم بنعمل تحته كومنت صح لازم اه لازم كل حاجة لازم نعمل اه بس الكومنت بتعودش تيراه للجدول يقول ليش ده كام وده كام الكنتري اللي عايز يقوله الجدول جملتين بس مش اكتر يعني انت مسلا عملت بتاع الجندر ما تقعدش تقول لي عدد الفميل خمسة وبيمسره عشرين في المية وعدد الميل كذا ويمسره كذا ما الجدول بيقول الكلام ده مش عايز تقرأ الجدول لكن الجدول عايز يقول لي ان الميل اعلى من الفميل الميل بيمسره عشرين في المية وده النسبة الاعلى في الدولة مثلا الريجون عندنا فار إيست وعندنا أوروبا وعندنا كذا هتقول لي والله ممكن عدد دول الفار إيست هو الاكتر وده بيمسر كذا وهقل عدد دول موجود في نورس امريكا ودول ثلاث دول يبقى الكلام اللي عايز يقوله الرسمي خلاص الجانرال هابنس الجانرال هابنس عندنا ثلاثة واتقول لي هم دول ده خمسين واحد خلاص كده الخمسين واحد دول هل معظمهم بري هابي ولا بريتي هابي ولا نوت هابي هتقول كده الكون اللي عايز يقوله الجانرال أو الرسمة أو أي حد بس كون كون عشان تتعلم زيتي بريبورت وكلام من فضل معلش برضو في هو في الدا سيد فور أنا أظهر لي حاجة مثنج سيستم واحد ده ده بيبقى ايه الداتا بتاعتك هنا لما تفتح الداتا كده هتلاقي في آخر الداتا خالص ها هم المفهوض يبقى خمسين هتلاقي فيه واحد وخمسين فيها نقط كده دي كأن كان فيها أرقام متمسح فأنت هتعمل لها دليل تقف عليها كده هنا وتعمل كلير لها تمسح أنا بص ما عنديش نقطات بمعنان دي ربعمائة اربعة وسبعين عارف لو فيه نقط هنا هيرغلك ربعمائة وسبعين يبقى في واحدة مسنج فأنت هو في الروب تاعة المسنج ده وتعمل رايت كلير وطوله كلير أو دليل هيمسح بس كده مش يبقى في مسنج لكن اللي طلع ولي فات مش يأصر في واحد وخمسين كده دكتور في طنوع 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 فدي معناها هو شايف مسنج وقف كده على الروز وليل وكده ورايت كليك وقول كلير خلاص مش هتظهر المسنج دي تاني وشايد بس تعدلها في في الإجابة المفروض لا ما تعدلش الإجابات اللي طلعت خلاص ما لهمش تأثير إجابات اللي طلعت خلاص لك عشان ما يظهرش تاني ويبقى الحاجة شكلها أفضل تعمل لها دليت والجديد هتبص تلاقي فيش حاجة اسمها مسنج هتطلق العدد الفالد خمسين والمسنج زير انت تلاقي كله بتطلق الفالد خمسين والمسنج آآ صح تمام آآ آآ يعني دي يعني أنا حلقيا أنا جاوبت أول ستة اسئلة دي هتعدل في الحاجات اللي فيها مسنج ولا خلاص كده لا خلاص ما تعدلش ما نقول لك بس مجرد بيقولك ان في عندك واحدة مسنج لكن ما أصليتش في الداة ولا في الشغل ولا رقم اتنين برضو في الداة ست فور آآ أنا عملتها يا دكتور اللي هو البار شارت دوت آآ النمبر اللي هم الخمسين آآ مقسمهم باي ريجن آآ عدد آآ عدد الخمسين متوزع ريجن كل ريجن فاكم واحد من خمسين آآ هي كده آآ مظبوط بس أنا أول جدوع عملته آآ ظهر لي في على الـ الاركام اللي هي مكتوبة ستة ستتاشر ربعة وعشرين تمام في بار شار عملتها فالد نمبر ظهرت لي بقى الاركام بتاعتهم يعني نورس إيست تلاتين ساوس إيست سبعة الويست تلاتاشر بس عشان عملت عشان عملت فالد نمبر لكن لما عملت نمبر بس ظهر لي الاركام كذا يعني كذا رقم جوه البار آآ لأ خلي الفالد بس هو دوت ممكن عشان كان فيه هو الوحدة بالزبط كده آآ يعني هو الوحدة صح عشان كان فيه هو بالزبط كده تمام يا دكتور دكتور نعو بس فيه سؤال مخصوص الاخر النقطة كان فيه الوطر رحمد هو النمبر كان في البار تشار في كل ريجون على البار نفسه ظهر فوق بعض يعني بالنسبة الوست هل احنا نظهر الصم بالنسبة للنمبر بتاع كل ريجون عشان كان فيه واحدة مثل الدكتور لسه لا مش الصم لا متصغرش الصم يعني سيد هاي كده بس لو يطلع لك كذا رقم لا يعني هو مفروض انت اكيد فيه حاجة معينة مش مظبوطة هي اللي خلت الرئاس ما تطلع بالمنظر هو لازم ترجع واحد وخمسين دي ات انت جرب بعد اما تشير الواحد ده عيد الرسمة تاني شوف هتتزبط ولا تزبط انت باكت هي دي المشكلة ما تزبطتش بفيه حاجة تانية في الاختبارات بتاعتك مش مظبوط لا انا ما عنديش المسنج انا حطت النمبر على الواي اكسس والريجون على ال اكس اكسس والمفروض ان المفروض المفروض على البار نفسها طلعت فوق بعض يعني في كل بار بالنسبة لكل ريجون طلع ستة ستاشر اربعة وعشرين تلاتة وتلاتين تسعة وتلاتين مش مش مظبوط الكلام ده الكلام ده غلط خلاص المفروض يطلع لي النمبر خلاص فانت اكيد فيه اختيار حاجة على الواي اكسس فيه حاجة عندك مش مظبوط يعني فيه حاجة عندك مش مظبوطة على الواي اكسس يعني انت تعرف تعمل شير انت فتح الفايل دلوقتي او مش فتح اه اقطت حين اه طيب مين اللي بتكلم اسم دلوقتي احمد مع حضرتك وزميلا معانا احمد محمد احمد عاطف ازاي دي ولا احمد محمد احنا الاتنين مع حضرتك انا اللي كنت بسأله الدكتور احمد دخل معانا انا عايز اللي فتح الفايل عشان هعمل له شير يفتح انا فتح الفايل احمد 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 عاطف احمد عاطف طيب احمد عاطف اقو بس دكتور معلش وانا فاتح من اللابتوب جاهزين يبا. طيب عقياس ثانية ما مش هنعرف نشوف. المشكلة. طبعا هم بس ايه. اه اه جرى بس. لما بيظهر لك كده. يعني حتى مثلا ايه هقولك. اه وبعد حب حطيلي الفايل بتاعك مثلا على الواتساب. يعني حطيلي الفايل بتاعك على الواتساب. وانا هفتاحه واشوفه واشوفه الغلط اللي انت عامله فيه. ان هو المفهوض يطلع اه رقم واحد فيه البار. المفهوض يطلع رقم واحد فيه البار. تمام? اه فايه بقى السبب? لازم اشوف الرسمة عشان اعرف ايه السبب. انا بخش طبعا يعني هو الافضل ايه عشان تشوف. دبل كليك على الجراف. وخش على الاتشارت اديتور. خرص كده. وبعدين دبل كليك على اي رقم من الجوة البار ده. عشان يشوف ايه اللي مكتوب. تطلع هتطلع لك بقى الليستة شوف ايه الفاريوب المكتوبة. هيك ان الفاريوب المكتوبة اكتر من مرة. فهتشيلهم. تخليهم not displayed. وتسيب الدس بليد بس اللي هو العدد فقط لغير. فكده ممكن تزبط. ما كانش ازا ما قلت لك ابعتها. اه. انا شفت الرسمة هو على الجروب. دي كده الرسمة دي غلط. مش هيدي بتعبر عن المطلوب. مفهوض الوست. يديك عدد الريسبوندنس اللي موجود في الوست. خلاص? فهنا النمبر دي. اللي على الواي اكسس بدل النمبر خليها count. ممكن الرسمة هتلاقيها تزبطت. بدل النمبر خليها count. عشان كده بقوله حراك هي هي بتعمل سم من الاول ولا? لا بالسم ما فيه السم. اه. بالسم. 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 يعني بالنسبة. لا. لو انا بخليها بتعمل. وانت بتعمل الرسمة. وانت بتعمل الرسمة. في الاتشارت. اه. ادوتر. بص كده. اه. تعال. انا هعمل لك. هعمل لك رسمة زي دي. هنا مثلا. ليه? عايز اجيب العدد لكل وظيفة. كانت كل وظيفة هي الريش. فالمفهوض انا عندي ثلاث وظيف. اه. اه. كستوديا المانجر. يديني عدد الكليريكا الكام. المانجر كام. الكليريكا الكام. انت نفس القصة. انت عندك وست ونورس ايست وساوس ايست. انا عايز اعرف العدد. اللي في كل ريش من دول كان. هوري لك او. فانا لو جيت هرسم الرسمة. ادي جرافس. تشارت بيلدر. وادي اياخد ادي البارد شارت اللي هي السيمبل البسيطة دي اه. واحط على ال اكس اكسز الجوب. اللي هي الامبليمت كاتجول. احا. بص على ال واي اكسز دي انا عايزها الكاونت. شايف اهو? الكاونت. ما تختارش اي حاجة بقى تاني. ولا فالي ولا ميل ولا كلمة. خليها كاونت. اما هتختار الكاونت على ال واي اكسز. هيجيب لي او. بص كده الرسمة. او دي اوكي. ادي هو بيرسمه. رالينج الجراف. دابل كليك هو عشان نزل الارقام. اه. اه. دكتور هي الغلطة عندي انا فهمتها كده. انا كنت مختار الواريبر اللي هو number. اللي موجود اصلا في ال data. اه. اتختارت ال sequence. اه. اه. لا. اي اوه. لا. ال count. ال number ده serial number. ال count. لازم بصها. اللي ظهر ال count. اللي ظهر. بص العدد دي. 363. ده عدد الكليرك. اه. 27 عدد الكاسودل. ودي عدد اللي هي المانش. ما تختارش ال count. ال count عارف عمل ايه بقى؟ هتلاقي في ال west دي الناس اللي ارقامها اه. في جهة ال west. ده رقم سبعة ورقم 12 ارقام 15. مش. تمام؟ لكن انا عايز عدده. فدي ال count مش ال number. فانت ما تختارش variable. تشيل ال variable خالص ده. رجعه تاني. بعايز يزهر لك ال count. كده الرسمة تزهر. اه. احنا عشان احطرنا على ال x access حاطينا. ما تختارش. ما تختارش على y access حاجة. احنا ده محطوط عشان لو عملت sorting لل data عايز ترجحها لاصلها مش اكتر من كده. لكن ده مش هيخش معك في اي analysis ولا اي رسمة ولا اي حاجة نهاية. فقادي الرسمة هو لازم يكون ال count. فهو ده الوحيد اللي ايه? اللي يزبط لك الرسمة بالطريقة اللي انت عايز. غير كده الرسمة تبقى غلط. فدي طبعا هتعمل لها delete وتعيدها من تاني. تاني ملا. اه. دكتور معلش في حالك عندما تختار البارة chart بيدينا option في ال statistics. ال sum وال average وال mean وكده. في ال pie chart بيبقى هو two option بس. يعني انا مثلا لو انا حبب ارسم pie chart المنمم في الدول مثلا هي المنمم مثلا total area او كده. انا ما عنديش option هو يديني المنمم هو يحسبها لي. لازم انا اروح احسبها وبعدين احطها ولا ايه? لا. انا لسه حد سأل فيها وحد قالها الحل بتعملها بارة شارت الاول وتحولها من بار الى pie. الحد دي مشروحها في الفيديو فارجيحها تاني. يعني انت ال pie ما فيهاش غير ال value وال sum. لكن لو انا عايز المين المينمم الماكسوم ميديان اي مجرد تاني مش موجود. فالفقال اللي ايه اعملها بارة وحولها. سلام. خلاص. خلاص. دكتور اخر رقم ستة اللي هي في data set for. اه. دي عايز ال percent بتاعة الميل في ميل. خلاص. دي عايز ال اكس اكسز الجندر. وعلى ال واي اكسز تختار هيحط هو ال count تخليها انت برسنتج بس. اه. انا حطيت برضو اللي هو النمبر اللي هو اللي في الاول دوت. عددهم. فكانت متضبط معي البرسنتج. يعني انا اقول لك البرسنتج تحط العدد. يعني اتيج ازاي يعني. يعني. يعني مش لوجيك يا ما لازم نختار حاجات لوجيك شوية. تماما. الناس محتاجة. انتو انتو تلاقيكم طبعا. ما ذكرتوش الاول. روح تتحله على طول. تحله على طول. مش هتعرف تحله. ازا ما انتم محتاسين كده. مش هينفع. لازم الاول تذاكر. يعني اي اذاكر. يعني. يعني اقعد اسمع الفيديوهات. واعيد اللي انا عملته في المحاضرة. تعيده مع نفسك تاني. لغاية ما تبقى فهمه. وبعد كده تروح تحل. هتلاقي نفسك بتحل الحاجة من اول مرة صح. لك لما تقعد تروح على طول على الحل على طول. ما فكر نفسك انك فهم كل حاجة. لا طبعا. لازم الاول تذاكر يا جمعا. لازم الاول تذاكر. هتلاقي نفسك مجرد انك انت اذاكرت الحاجة. وفي انتهى. وعرفت الطبعة على المثال بتاع الانبلويز اللي احنا نتضرب عليه. هتلاقي الدنيا سهلة وبسيطة جدا. الموضوع مش هياخد منك ثلاث دقايق. طبعا. الشيطور تفكر. طبعا. كل حاجة انت عارفها بتتعامل ازاي واللوجيك بتاعها ايه. فنازم افهم اللوجيك اللي ورا كل حاجة. فده محتاج منك شوية مجموط. طيب انا هتتفع بكده الاسئلة. وهنبدأ المحاضرة. طيب احنا اه كي سامري كده اللي احنا اخدناه المرة اللي فاتت. انا بتكلم طبعا على الدسكريبتيف استاتيستيكس. وان التولز الخاصة بالدسكريبتيف استاتيستيكس تلاتة تولز. اولا الدسكريبتيف استاتيستيكس الغرض منها ايه? الغرض منها ان انا اديسكريب الداتا اوصف الداتا. ان انا اصمرائز الداتا. الاخص الداتا. ان انا اعمل لها او ان انا اعمل لها في شكل جرافز او شكل تيبل. عشان نعمل الدسكريبتيف استاتيستيكس ده بيتم من خلال تلاتة تولز. التلاتة تولز اللي عندنا اللي احنا نقدر نستخدمهم تلات حاجات. عندنا تيبلز. عندنا جرافز. وعندنا نيوميريكال ميجرز. دول التلات حاجات اللي انا اقدر اعملهم لأي داتا عشان الاخص الداتا دي. واشوف البترن اللي موجود في الداتا. يعني ايه الغرض من الدسكريبشن? ان انا بشوف البترن. زي ما انت ما تجد ترسم مثلا البار التشارت اللي بتبين عدد الريجن. هاي بقى من الرسمة ايه? انت تبع عارف اكتر ريجن كان فيها ناس مين? الفار ايست ولا اوروبا ولا امريكا? اقل ريجن كان فيها ايه? يعني ما تجد تعمل كومنت على رسمة زي دي. انا عارفين ان عدد الريجن كلهم خمسي. فالخمسين دول كان اكترهم في ايه? اكترهم في الفار ايست ولا اوروبا ولا نورس امريكا? ومين اللي قال? نورس امريكا بس هو الكونكلوشن اللي عايز يقوله الرسم. فهو ده المعصود بالبترن. البترن اللي موجود في الداتا. يبدأ انا بفهمه من خلال الايه? من خلال الديسكريبشن او ايه? الديسكريبشن اللي احنا بنعلم. فاحنا شفنا المرة الفاتت التلاتة تولز دول. التابلز والجرافز والنميركا الميجوس لسه هنجح اخدها النهاردة ان شاء الله. بدأنا فيه التابلز وفيه الجرافز. وكنا بنتكلم بالتحديد على الكوالاتاتف داتا فقط لغير اللي هي الحاجات النومدل والأوردنال بس. فشفنا الفريكنس تابل. شفنا الكروس تابس. شفنا الكاستوم تابل. الجرافز شفنا تلات انواع. البار اتشارت. الباي اتشارت. البريتو. ده اجرى. ده كان كل كلامنا منصب على الكوالاتاتف داتا. النهاردة هنشوف الكوانتاتف داتا. الكوانتاتف داتا. اللي هي بتبقى سكيل. او الكوانتاتف اوردنال. خلاص? يعني لو لو التعليم مقاس بعدد سنوات التعليم هنا بقى كوانتاتف. تمام? آآ متقسم رينجيس مش متقسم رينجيس. هيعتبر كوانتاتف. يبقى هو ده اللي انا بتكلم عنه النهاردة. هنشوف ازاي نعمل الفريقونس تايبل للمتغيرات اللي من النوعية دي. وازاي نعمل الجرافز. الجرافز هيبقى نوع تاني من الجرافز. هيبقى عندنا حاجة اسمها الهيستو جرام. والدوت بلوت والاستيمن ليف. دول بيستخدموا الحاجات اللي هي الكوانتاتف. الحاجات اللي هي السكيل او الكوانتاتف اوردنال. بس هو ده اللي انا بتكلم عنه النهاردة ان شاء الله. فهتكلم على بتاعة الكوانتاتف داتا اللي هي الحاجات السكيل. هتكلم على الجرافز بتاع الكوانتاتف داتا اللي هي الحاجات السكيل. بعد اما خلص التابل والجرافز هبدأ شوف بقى نيوميريكل ميجرس. اللي هي المين والميديا والمود وشوية ميجرس كتيرة كده. هنتكلم عنها ان شاء الله. ده الموضوع اللي احنا هنتكلم آآ فيه بازن لي. هبدأ الاول بالتيبلز. لو انا عندي زي ده. كله انه مفاكنين طبعا على الفايل بتاع الفايل بتاع اللي احنا بنتدرب عليه. خلاص? لو آآ مش لاقي الفايل بتجيبه زي ما قلت من هنا. بعد اما تفتح بتخش على فايل. بعدين لازم طبعا تبواف على الفايل بتاع الداتا ايه بقى قدامك? فوق دي بقى فيه فايل مفتوخ مش هتفرق. المهم بيبواف على الداتا مش على الاوت. يبقى لازم اجوا مكتوفه كده الداتا ايه ترى احنا. يبقى بقتار فايل وبعدين آآ welcome دايلو. هتلاقي الفايل بتاع الامبلوهي في الليستة دي. هتلاقي فايل الامبلوهي في الليستة دي. تمام? مش موجود في الليستة دي. هتقول له في تحت عقل recent files. وفيه sample files. بتختار sample files. هتلاقي بحرف الايه كده. لما توقف على حرف الايه هتلاقي. اهو. ادي اول حرف الايه. ما كيش هو فايل واحد بحرف الايه. اهو. اسمه. بتوقف عليه وتقول له open هيتفتح. ادي الايه? الطريقة بتاعت ان احنا نفتح فايل. ده لو ما لا تقوش في الليستة بتاعت recent files. ثم مفهودي بموجود انك انت مرحية تشتفتح عكتر من عشر فايلات. انا طبعا عشان فاتح فايلات كتيرة. فمش هتلاقي عني موجود في الليستة. لكن طبعا عشان فاتحه فهو موجودة اول واحدة. عادي بالنسبة للفايل بتاع الدات. بنفتح الفايل خلاص بقى الفايل قدامنا بالمنظر ده. وآآ نبدأ نشوف شو نعمل. دلوقتي انا بتكلم على الفريكنسي تيبل بتاع الكوانطيت بتاتي. لو انا هندي زي السالاري. وعايز اعمل الفريكنسي تيبل بتاع السالاري. تعال نشوف هيعمل ايه? هنروح نعمل الفريكنسي تيبل العادي. ليه السالاري? بالشكل اللي احنا هنشوف. اهو. انالايز ديسكريبتيف ساتيستيكس فريكنسيز. يبا انالايز ديسكريبتيف ساتيستيكس فريكنسيز. هيطلع لي. الشاشة بتاع الفريكنسي تيبل اللي شفناها ابليكيت. اختار سكيل اللي هو جنبه المسطرة. على الشمال اهو. هنفطار مثلا الكارنت سالر. والكارنت سالر ده مسال على سكيل بريبل. كوانطيتاتف بريبل. باختاره. وهقول له اوكي. هيعمل لي الفريكنسي تيبل بتاع السالة. مش هيقول لي لا. مش هيقول لي ده سكيل ما ينفعش. لا هينفع. وهيعمل. بس لا نشوف هيطلعين. بادي الجادر اللي هيطلع. هقول له اوكي. هيطلع لي ادي الفريقونسي تيبل بتاع السالري. خلاص كده? بص كده الجدل الصغار اللي فاقول بص ايه اللي قديه فالد ربعمائة وسبعين. وقديه ميسنج زير. خلاص? وانت لو روحت على الداتا مش هتلاقي في حاجة ميسنج. اه. ما عنديش حاجة في الاخر ولا في في الفريبل بتاع السالري ده. كل الداتا موجودة. يعني انت لو رجعت كده عمود السالري اللي هو ده كده. بصيت فيه. مش هتلاقي ولا رقم فاضي. يعني ما فيش ولا خانة فاضي. يبقى كله فالد. ما عنديش حاجة ميسنج. خلاص? بعكس مسلا عندك فريبل زي ده. فيه ميسنج هو. في حاجات ميسنج ومع مول لها كودينج. تمام? فهو هنا لو تفطر الاكسبرينس هتطلع لك كزا حاجة ميسنج. طيب. هارجع تاني ادي الاودوط اللي طالع. ايه ده? ده الكارنس انا. هو عمل ايه بقى? مسك المرتبات رتبها من الصغار الكبير. قل مرتب في الشركة دي 15750. ده اقل مرتب. واعلى مرتب في الشركة دي 135000. اه هارم. تعلي رقم 135000. واقل مرتب في الشركة 15750. وعمل ايه؟ مسك كل مرتب من دول قال لك كم واحد بيقبضي مرتب ده. فأنت لو بسيط على أول مرتب. خمسة ألف سوائة خمسة سوائة خمسين. كم واحد بيقبط المبلغ ده هو واحد. من ربعمائة سبعين موظف. في واحد مرتبه كده. المرتب اللي بعدي خمسة تسعمية. كم واحد بيبضه واحد. اللي بعدي ستاشة متين. كم واحد بيبضه تلات. فيه تلات موظفين في الشركة بيبضوا ستاشة ألف ومتين. وهكذا. وانت ماشي. الجدول ده كبير جدا. يعني الجدول ده مش أقل من ست صفحات. احب. ده. طيب. هنا الغرض من الدسكريبتور ستسكريبتوري. انا سامريز الداتا. طب هل ده نوع من السامريزيشن كده. لما اعظر المرتبات دي. كده انا خدت فكرة عن المرتبات تتعاملة ازاي. طبعا لا. طبعا انا عشان اعرف هو ده كم صفحة. بص كده. فيه هنا اه برينت سكريبت. اللي هي العدسة دي لتحت كلمة الدات. فلو انا دوست عليها. اه. ودوست بقى على نيكست بيتش. هادي دي الصفحة التانية. الصفحة الدالتة. الرابعة. الخمسة. الست. في لسه. اه. ست صفحات. طبعا حسب الاسكيلينج ممكن اخليهم سبعة لو اقبر شوية. تمام? هادي هم ست صفحات بالزبط. ده سامري للمرتبات. فطبعا هنا ما فيش اي نوع من انواع السامري. السامري ده اديك يعني جدول كده ربع صفحة. تلت صفحة. نص صفحة بالكتير. لا يبقى سامري اه. لكن لما اديك ست سبع صفحات عشان تقرأهم. مش هتابد فكرة عن المرتبات. لا. ده انا عايز جدول صغير يديني فكرة عن مرتبات الشركة ايه. فهو دي المشكلة بتاعة الاسكيل. لما بتعمل الجدول بالطريقة التقليدية اللي احنا خلناها. بيطلع لك جدول كده بالمنظر ده. ما بيديش المعنى او الغرض الرئيسي من الفريقونسي تابل ان انا اسامريز الداتي. طب الحل ايه بقى في القصة دي? الحل بسيط. ايه الحل بسكدة معنا? بروح انا اعمل ايه? بروح انا امسك السالري ده واقسمه الى ريجيس. يعني اروح اقسم السالري الى ريجيس. بحيث في الاخر لما اجي اعمل الفريقونسي تابل. يطلع لجدول صغير كده رابع صفحة. تمام? تلت صفحة. اه. يديك فكرة عن المرتبات العاملة ازاي? يعني كاني هروح اعملين. هروح ان انا اقسم الايه? السالري الى رينجس. اه. هروح والله ادي ده الرينجي بتاع السالري. طول مثلا من خمستاشر الف الى تلاتين الف. ليه بدأت من خمستاشر? عشان اقل نمرتب خمسين. وبعدين من تلاتين الف الى خمسة واربعين الف. وهكذا لغاية مسلا ما اوصل مية خمسة وعشرين او مية عشر الف الى مية خمسة واربعين سالف. وهنا اقدر اجيب لك واحد فريقونسي. اقول لك والله في الرينج ده. في عشرين واحد بيبضوا الرقم ده. هنا في تلاتين. هنا في سبعين. هنا في مية. المهم يجمالين في الاخر يبقى ايه? اربعمية اربعة سبعين بتعدد. لبقى انا كده لما بص على جد ده. اذا عرفت في رينج المرتبات عامل ازاي? عرفت ان معظم مرتبات الموظفين في اني رينج. هل في ناحية الرينج بتاعت المرتبات الصغارة? ولا رينج المرتبات الايه? العالية. طبعا تتوقع من البداية ان رينج المرتبات الصغارة هي اللي هيبقى فيها المرزفين الكتير. ولما تروح ازاي? عشان الهرم التنظيمي بتاع الشركة. ان القمة دول عدده لايه لكن مرتبات عليه. القاع بتاع الهرم التنظيمي اعداد كتيرة لكن مرتباته لايه لا. فهمنا الفكرة? يبقى اصبح دلوقتي بقى انا عملت ايه? لخصت السلري في جدول صغير. رح تقسمته رينجي. طبعا تقسيمة الرينج هوريك بتقسم ازاي اتعمل الكامرة? انا هنا مقسمه الرينجي تقى خمسة شهرات. من خمسة شهر لثلاثين ثلاثين خمسة وبين ممكن عشرات ممكن خمسات حسب ما انت عايز. ليها طبعا رولز هنتكلم عنها بعد شوه. فهي دي الفكرة بتاعة زي السلري. خلاص? عشان تعمله الفريقونسي تيبل. مينفعش ان انا عمله بالطريقة التقليدية. لكن الاول هروح انا اقسم السلري الى رينجي. وبعد ما اقسمه الى رينجي ساروح اعمله الفريقونسي تيبل. فيطلع لي جدول كده آآ ظريف بسيط. اقدر آآ آآ. ااخد فكرة عن المرتبات. يعني آآ آآ جدول صغير كده. خلاص? ااخد فكرة عن المرتبات بالكامل. يبقى ده اللي انا اتكلم فيه. ازاي بقى اعمل التعسيب دي. ازاي يقسم السلري الى رينجي ساروح. مش هنقسم السلري الى رينجي ساروح معناه ايه? بس كده. السلري اللي مش بتقسم رينجي ساروح. خلاص? طب السلري بعد اما اقسمه الى رينجي ساروح هيبقى ايه? هيبقى اردنل. يبقى انا كاين بحاول السلري من سكيل الى اردنل. خلاص? هنعمل بقى الكلام ده ازاي. فانا سكيل. هروح اقسمه الى رينجيس. يعني كاين بالضبط حاولته الى ايه? الى اردنل. هل انا هنعمل الى الان. طب الكلام ده عشان يتعامل على الاس بس اس. فيه طريقتين في الاس بس اس بيعملوا الكلام ده ازاي. يعني فيه two functions موجودين في الاس بس اس. بيعملوا الكلام ده. ايه هم الطريقتين ده? طريقة قديمة شوية كانت موجودة في السوفت ويرز او البرجينز القديمة. وموجودة طبعا لغاية دلوقتي. يعني الحاجات القديمة بيسيبها موجودة. وبيكريات ترق جديدة. فانا الطريقتين اللي موجودين في الاس بس اس عشان اعمل الكلام ده. طريقة اسمها. ريكون. ايه. بطريقة التانية. اسمها. دول two functions الموجودين في الاس بس اس. بيعملوا الكلام اللي انا بقول عليه. رأس. ان انا احاول variable من scale. الى ornal. وقسمه الى ريجيس بالطريقة اللي نعيز. ال two functions دول موجودين فين? موجودين جوه transform. يعني فيه transform. قائمة transform. موجودين جوه الموجودين فيها ال two functions دولة. على كده وليك على الاس بس اس. اها. دعدي. transform. دعدي وتركوه انتو. انا بس 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 ألو انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس. هي الطريقة الثانية اسمها visual binding. لبقى ادي visual binding. وادي record into different variables. طبعا فيه record into same variable زياها ازاي different بس ايه الفرق. into same variable. يبقى بيلغي ال variable ال scale. القديم بيلغيه. ويعمل اللي variable مكانه. طبعا ما بنحبش نلغير اي variables. ال variables زم هي مباكريات واحد جديد. عشان كدا دائما نختاري record into different variables بس يبه الباريبل السالري اللي هو السالري الاصلي كما هو وبقى اعمل واحد جديد نسميه اياس لكن لو انت عملت record into same variable هيلغي السالري السالري ده وتحطه مكانه الرينجيس الجديد طبعا ما بنحبش نعمل كده لان السكيل ده مهم في حاجات هتستخدمها كتير ده مجرد بس التأسيمة دي كنوع من التلخيص للسالري لكن السالري الاصلي انا عايزه ده طريقة طريقة تانية اللي هي visual ايه الفريق بين الطريتين الفريق بين الطريتين دول اللي هما record into different variable visual binding record into different variable دي دي طريقة manual انت اللي هتعمل كل حاجة انت اللي هتكتب التأسيمة وانت اللي هتكتب الرينجيس وانت هتكتب اكواد الرينجيس الجديدة هتعمل كل حاجة بالتفصيل visual binding لا ببعملش كل حاجة بيسألني تلات اسئلة بجاوب له على التين منهم بس واسيبه هو جاوب التالت خلص الموضوع كده هو يعمل لك كل حاجة وهو يعمل كل حاجة هو يروح يقسم التأسيمة اللي انت بتفكر فيه مجرد ايجاباتك على الاسئلة هيفهم انت عايز ايه يروح يعمل لك التأسيمة الواحدة لكن الطريقة التانية لا ده انا اللي هروح هكتب التأسيمة انا اللي هروح هكتب الكلام ده اهو اللي انا كنت تكتب من شوية في الجدول اللي فات ده انا اللي هروح هكتبه بيدي من كذا الى كذا ومن كذا الى كذا ده اللي هكتبه بيدي اهو يبقى أنا لو روحت عملت record into different variables أنا اللي هروح أكتب الرanges اللي أنا عايز أبيدي أنا اللي هكتب له الكلام ده من 15 ألف إلى 30 ألف من 30 إلى 45 ألف من كذا إلى كذا أو من 10 ألف إلى 20 من 20 إلى 30 أنا اللي هكتب بيت خلاص لكن الطريقة الثانية اللي هي visual binding ودي الأخسن والأفضل والأسرع ما بكتبش هيسألني ثلاث أسئل هيسألك على الرقم ده وهيسألك على عدد ويتس بتاع الكلاسة هجاوب لأنا على سؤالين منه هجاوب لأنا على سؤالين منه بس هقول له أوكي هروح أعمل لك التأسيمة اللي أنت بتم تفكر فيه فإن كده تعالي الأول هنشوف الطريقة المانوال هنعملها إزاي وبعدين هنشوف الطريقة الأوتوماتيك هنعملها إزاي شانتب عارف دي وعارف دي إن ساعد بكبر إن أنا أعمل الطريقة المانوال لو أنا عايز معينة من 15 لتلاتين ومن 30 لسبعين ومن سبعين لمية وخمسة ومن مية وخمسة لربعمية حاجات غير متساوية كده يبا لازم تعملها عايز الرينجش المتساوية وإده الغالبية العظمى اللي بنعوزه الرينجش المتساوية عشان يبقى الجدول منطقي الجدول سهل وبسيط يبا هي دي اللي أنت هتستخدم أكتير يبقى هتستخدم الفيجوال باينج طيب سواء الطريقة دي أو الطريقة دي أنت لازم تبعارف أنت هتقسم الفاريبل إزاي هتقسم الفاريبل إزاي هتعالي نشوف كده إيه سواء هستخدم الطريقة المانوال هستخدم الطريقة الأوتوماتيك تعالي نشوف التأسيمة هتفكر فيها إزاي أول حاجة أنا عندي في الجدول اللي أنا كنت فتحم من شوية حاجتين مهمين عدد الكلاسز يعني أنا عايز تأسم الثالة لكم كلاس أو كام رينج خمسة رينج عشر رينج وتعشرين رينج تمام والحاجة التانية الويدز بتاع الكلاسه دي يعني مثلا من عشر إلى عشرين يبقى الويدز عشر من عشر إلى خمستاشا يبقى الويدز خمسة من عشر إلى سبعين يبقى الويدز sixين أنسوا فدول حاجتين مهمين لازم نحددهم. فيبقى انا عندي هنا رقمين مهمين جدا بحتاجهم عشان اعمل التأسيمة. اول رقم ما تحتاجه النمبر of classes. يبقى اول حاجة بحتاجة الممبر of classes. احتاجه النمبر of classes. رقم اتنين مختياج الرقم ده اللي هو الرقمين دول مهمين او. طبعا نحسبهم ازاي الرقمين دول. يعني عدد الكلاسز والواتف تاع كل كلاس دي. او ري لك كده سواء الكلام ده هستتستخدم الطريق الوطماتيك او الطريق المانون. يبقى محتاج اجابة للرقمين دول. الرقم الاولاني عدد الكلاسز والرقم التاني الواتف تاع الكلاس دي. النمبر of classes. تعني اتكلم على النمبر of classes. النمبر of classes هي عندي طريقتين اللي حسابهم. طريقة من سميها الرول of thumb. يعني طريقة بديهية كده بالخبرة بالكلام ده كله. من غير حسابات يعني ولا معادلات وكلام من ده. ودي ايه اللي في الغالبية العظمى هنستخدمه. يعني مش محتاج نستخدم معادلات ولا كلام من. رأس كده. يبقى الرول of thumb يعني معناها رول مبنية على الخبرة او رؤيتي من غير استخدام لمعادلات ولا كلاما. يبقى هنا الرول. يبقى انا بتكلم على النمبر of classes. الرول of thumb بقولك ايه? بقولك استخدم عدد الكلاسز يعني النمبر الرقم من خمسة الى اتناشر. يعني ما تقللش عدد الكلاسز عن خمسة عشان ما تضيعش معنا الداتا. وما تزودش عن اتناشر عشان ما يبقاش الرنج واسع برضو. خلاص فبا انت زودت على الكلاسز يبقى كبرت الجاتب. يعني عزيني برقم لاجك كده. فانت دايما عدد الكلاسز من خمسة الى اتناشر. ما تقللش عن خمسة ما تزودش عن اتناشر. ادي الرول وثم. طب ايه لا يا خليني نروح في اتجاه الخمسة او في اتجاه الى اتناشر. حسب بقى الرنج بتاعداتها عمل ازاي? يعني بس كده المرتبات. بس دي واسع بس دي. من خمسة الف لمية خمسة وتراتين الف. فانت ادى لما تعمل عدد الكلاسز ما تروحش في اتجاه الخمسة. لا روح في اتجاه الى اتناشر. يعني تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر. مثلا يا. يبقى دي ايه? ما تروحش في اتجاه الخمسة. لكن لو انا عندي مثلا زي مثلا على سبيل المثال اللي هي الاكسبرينس مثلا او حاجة زي مثلا اليدكيشن الليبل او خلاص. ما انت روح بسيطة على اليدكيشن الليبل من تمانية الى واحد وعشرية. فما تروحش تقسمه. لا. خمسة. يبقى في الصغير. يبقى خمسة. آآ كلاسز. فهمنا الفكرة. زي مثلا المالس السنزة هاير. نفس القصة. هتلاقي الرينج بتاعها دي. هتروحش في اتجاه ال 12. هتروح في اتجاه ال 5. لكن المرتبات رينج كبير. ده من 15 الف ل 135 الف. رينج وسعوي. فهروح في اتجاه ال ايه? ال 12. طب ايه? انهي رقم صح وانهي غلط. كل رقم صح. اللي يعجبك. رأس كده? طيب. بس لما تختار بقى رقم. تختار رقم. يعني هنا بتعتمد على اللوجيك بتاع الشخص مش اكتر. شكرا اسمها rule of thumb. ما لقاش علاقة بمعادلة. لكن هقول لك معادلة دولة انتي تحسب لك الكلام ده. هقول لك معادلة. بس باللغة رقمات يعني. رأس. هقول لك معادلة بتحسب لي الكلام ده. فلما اجي مسلا على سبيل المثال. لما اجي على سبيل المثال. لو انا جيت مسلا. قررت السالري. هقسمه تمانية كلاسس. يبقى انا قررت عدد الكلاسس اللي انا هستخدمه تمانية. نفترض. 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 عدد الكلاسس اللي انا هستخدمه تمانية. بنيجي نعمل ايه? من التمانية دي اقدر اجملك الواتس تاع الكلاسس دي. ازاي? هتروح تحسب الرينج بتاع السالري. الرينج دايما بيساوي ايه جماعة? الرينج بيساوي الماكسمم ناكس المينمو. ده كده اسمه الرينج. الرينج دايما بيساوي اكبر رقم نقص ازغر رقم. فلو انا بصيت على السالري. اكبر رقم في السالري مية خمسة وثلاثين الف. وازغر رقم في السالري الجدول اللي فات خمسة الف سبعمية وخمسة. لما تحسب الفرق ده يطلع يطلع مية وتسعة واشر الف متين وخمسة. متقربها الى اقرب عدد صحيح سهل التعامل معك. المية وتسعة واشر الف متين وخمسين. الارب مية وتسعة واشر الف. الاحسن المية وعشرين الف. المية وعشرين الف ده رقم اصفارة هو حلو نقدر نتعامل وعاق سهولة. فعشان كده هربها الى ايه? الى مية وعشرين الف. احض. مش 119 119 هي الأقرب لكن الأسهل في التعامل 120 ألف مش 119 ألف عشان 120 ألف مالها بتيبقى اللي اسمع على 8 أنا عايز رقم يبقى اللي اسمع على عدد اللي انت ايه خدته لأن النتج اسمة 120 ألف على 8 هو ده الويتس بتاع الكلاس أما تيسم 120 ألف على 8 يطلع 15 ألف يطلع 15 ألف لكن 119 ألف لما تسمع على 8 يطلع لك حاجات فيها فريكشنز مالها شمعنا فطالما أن دي روله الثم وطالما ما فيش قواعد حكماني خلاص فاته خد الأسهل في التعامل لكن ما تقربها ليش لـ 150 ألف لا بقيت كده لا أنت 119 ألف ونير وقمسين يبقى عندك يا 119 يا 120 المـ20 أسهل المـ20 أسهل طيب نيجي نعمل يبقى أنا بحس بالرينجة وقربه إلى أقرب رقم صحيح سهل التعامل معك باجي بعمل الآتي تضي الـ 120 ألف اللي هو uncheckتاعي عندي حد خين number of classes وده اللي احنا قلنا هنعتبره نعمل نسمي المـ120 ألف على ثماني يديك الـ يعني الـ يساوي disent ماسوم على number of classes فلما تقسم مئة وعشين الف على تمام يطلع لك كام بخمسة عشر الف. طب لو واحد قرر يعمل عادل كلاسز عشرة. يبقى الويتس كام مئة وعشين الف على عشرة يطلع لك اتناشر الف. فهذا برضو صح. لو انا عملت عادل كلاسز اتناشر. مئة وعشين الف على اتناشر بعشرة ثلاثة. دي انسب ارقام دي المئة وعشين الف دي. هديش يعملها تسعة. لان المئة وعشين الف متيبالش الاسم على تسعة. هديش يعملها احداشر. المئة وعشين الف متيبالش الاسم على احداشر. فدايما يبقى في دماغك القصة زيب. يبقى انا عندي اهدي ثلاث حلولة للسلم. اقسموا تمانية كلاسز. الويتس بتاع الكلاس الواحدة خمسر الف. او عشرة كلاسز الويتس اتناشر الف. او اتناشر كلاس الويتس عشر تلف. يبقى انا كده دي اسمها ودي الاسهل. تمام? التاني فايل اغرطمات ومعادلات وكلام من ده. دي الاسهل ودي مقبولة ودي اوكي والناس كلها بتشتغل بي. لان كله صح. انت بالاخر هات الصماريز السلري. بس واحدة عايز الصماريز السلري في تمانية كلاسز واحدة يعملهم في عشرة واحدة يعملهم في اتناشر. كلهم صح. فيش حاجة صح وحاجة غلط. كله صح. كله صح. فيمن كده الفكرة. ده اللوجيك بتاع الرون او ثمب. لو انت هتشغل الطريقة الوطماتيك لالفيشوال بايننج. المعلومات دي كده كافي. فيش ما بتكتاملها. الطريقة المانوول لازم اروح اكتب بقى الايه? التمانية كلاسز دول بالكامل في جادور وكلامات. طريقة المانوول لازم اجهز الايه? التمانية كلاسز. الطريقة الوطماتيك هم المعلومتين دول اللي انا عايزه. عدل كلاسز والويتس باس كفاءة او. عدل كلاسز والويتس دول كفاءة قوي. ان انا منهم اقدر ايه اعمل فيشوال باين. وهيديني الجادور اللي انا بفكر فيه. الطريقة المانوول لازم ايه? اكون الجادور. فانا في المانوول هعمل لك الاول نية عشان موت شكتيك كتير بس مش اكتر. في المانوول هعمل الاولى. اروح اعمل الجادور بتاعي ده. اروح اعمل التمانية كلاسز. والويتس تاع الكلاس 15 ايه? 15 الف. مقعد لي. هادي الايه? اب. هذه � ми Response or add 1-2-3-4-5-3-7. هاديенная كلاسز. واته الكلاسز. هادي رقم اقال لمن او ساوي المينموم. فانت المينموم خمستاشر الف سوية خمسين. ابدأ بالرقم ده يا رقم اقل من. فطالما الدنيا مفتوحة كده بنبدأ بسنشه الف رقم صحيح. يبقى انا دايما بس انتل نفسي في الاطقام. ادي خمستاشر الف. الى كام? الويفس بتاعي كام? خمستاشر يبقى مفتوحة لثلاثين. خلاص كده? اللي بعدها من ثلاثين عيبى فيه اوورلاميك. مش مشكلة دواتي. الى خمسة واربعين. من خمسة واربعين. الستين. من ستين. لخمسة وسبعين. من خمسة وسبعين لتسعين. من تسعين. لمية وخمسة. من مية وخمسة. الى مية وعشرين. واحدة. من مية وعشرين. الى مية خمسة وثلاثين. بس كده. اول كلاس. دي طبعا لازم يبقى فيها المينوم. احنا المينوم خمسة الف سنوات وخمسين. واقعين في اول كلاس. واخر كلاس. فيها اكبر رقم. اللي هو المية وخمسة وثلاثين. هدي واقعين. يبقى دي فيها الماكسلوم. ده الماجهور بتاعي. وده فيها المينوم. عد ما يطلع لكش حاجة فاضية. ده صف? اه ده صف. اهم. يبقى دي التأسيم. طب حاجة يعني لو واحد مثلا تلاتين الف. يتحط هنا او لهم. دي من خمستاشر لثلاثين. وده من تلاتين لخمسة واربين. لو واحد مرتبه تلاتين الف. تحط فين? هيتحط في اللي ايه? في اللي تحت. الـ upper limit is not included. يعني في الطريقة المانوال دايما الـ upper limit is not included. الطريقة اللي هي الـ visual binding بيه خيارة. يتعايزه included ولا excluded. فيه اختيارين. في الطريقة المانوال نفعاش اختيارات. هو اختيار واحد بي دفولت موجود من غير ما تختاره. ان الـ upper limit is not included. يعني هيعملها من خمانشر الف الى اقل من التلاتين. يبدأ التلاتين مش معي. دي بتبدأ من تلاتين الى اقل من خمسة واربعين يبقى به التلاتين هنا معي لكن الخمسة واربعين مش معايا وهكزا. لكن الطريقة التانية بيخيرك. انت عايز included دي بقى مخش heavier Matrix 30 التلاتين معي. يبدأ اللي بعدها بتبدأ من ثلاتين ليه واحد. لغاية الخمسة واربعين. لو بعدها من خمسة واربعين واحد. يبقى عندك باختيارين موجودين وكلها حاجات شكلية مش فرقة في حاجة ممكن انت مجرد وسيلة للـ Summarization بتاع الدات ان انا بلخص الدات خيب تعال ننفذ الطريقة دي تعال ننفذ الطريقة دي على الـ SPSS اها ايه بنا عايز انا ننفذ الكلام ده على salary فباروح على transform وقول له record into different variable record into different variable اها باختار الـ variable اللي انا عايز اعمله recording اللي هو الـ scale اللي انا عايز احاوله باختار الـ current salary اها باختارت الـ current salary اما اخترت السالري عمل ليه سهم وعلامة استفام يبقى هو مستني مني حاجة مستني مني ايه مستني مني النين بتاع الـ variable الجديد لان انا اقيله record into different variable عارف لو اخترت الاولية record into same variable اللي هيعمل لك السامرة لانه هيلغي الـ variable ده وحطت جديد مكان خلاص؟ لكن طالما انا بقول له record into different variable اللي هو مستني مني ايه الـ variable الجديد اللي انت عايز تعمله فهو مستني هنا اكتب له اسم الـ variable الجديد فانا هكتب salary ranges طبعا منتغير space ما ينفعش تسميه salary ما ينفعش تو variable بنفس الـ name لازم تغير في الـ name شوية فانا عشان هسميه salary ممكن في الـ label اختبه بقى salary ranges salary ranges بspace عادي خالص لكن الـ name ما فيوش space طبعا الـ name اجباري الـ label مش بيجباري ممكن محطش label يعني الـ label optional الـ name obligatory يعني mandatory حاجة اجبارية لازم تحطوه طيب انا خلاص حطيت له الـ name وحطيت له الـ label هدوس على change مجرد تدوس على change هامل ايه هيشيل علامة الاستفهام دي وحط اسم الـ variable اللي انت كتبته فانا هدوس على change اها شيل علامة الاستفهام اللي كانت فوق وحط ما كان ايه الـ variable الجديد طيب احنا كده مجرد سمينا الـ variable كده كأنه عمل ايه هيعمل لـ create لـ column جديد في الـ data اسمه salary r وهيحط فيه ranges اللي انت هتعمل هنعمل بقى ranges ازاي بدوس هنا على old and new values شايفين اللي ايه حتة الزرق دي اهو حرك عندها الماوس اسمها old and new values بدوس عليها هفتح لشاشة اللي انا هستخدمها في التأسيم الشاشة دي مقسمة الى جزين الجزء اللي على الشمال عنوانه فوق ايه old value اللي هو الـ variable اللي موجود والشاشة اللي على اليمين او جزء اسمها new value ده الـ variable الجديد اللي انا بعمل له يعني ده salary وده salary r ده salary وده salary r فهاجب اعمل ايه اروح انا هكتب له بقى ranges اللي انا كنت كاتبها في البورد بدوس على range هنا شايفين كلمة range هاي بدوس عليها هينوار لك ranges بتكتب له بقى انت بيدك range هكتب له من خمستاشر الف فتنجز تحط الاسفار طوال انا متاعش اكتبها خمستاشر وكلام ما ده خمستاشر الف الى ثرو خمسة واربعين الف اهو يبقى ده range اللي انا كنت عامله فيه الجدول بتاع الدات اهو هادي جدول الدات اهو ده range من خمستاشر الف الى تلاتين بس لازم احط ليه اللي السفار فاكتب اهو فانا هرجع كده تاني اهو سوري اللي تلاتين مش خمسة واربعين اهو يبقى range الاولاني من خمستاشر الف الى تلاتين الف ده في السالري طب في new value ده هتديلو كود ايه one هتديلو كود one يبقى كانت هيعمل ايه كانت بتقوله روح دورني في السالري كل الناس اللي مرتبتها من خمستاشر الى تلاتين حطها في الفاريب الجديد لو سالري اكتبها واحد يطلقوا بقى دول تلاتين واحد اربعين واحد بقى تلاقي الوحايد في اللي عمود ده تلاتين واحد رأس كده وتدوس على add تدوس على add هم كده بليه من خمستاشر لتلاتين في الفاريب الجديد هيبقى one هيبقى هيبقى حيروح يدور في الداتة كلها كل المرتبت في الرينج ده خمستاشر الف وسبتاشر وسبعتاشر غيرت التلاتين يحطهم واروح اكتب له الرينج اللي بعده تبقى وش بقى حاجة يبقى تلاتين الفة هنا الـ upper limit هو automatic بيعملي اللي خمسة واربعين الف وابكتب له هنا اقول له add ونكمل بقى لغاية التمانية كلها بعدين من خمسة واربعين سرعة بقى يلا يلا ستين قديش ايه خلي بالو من الصفار مزبوط ثلاثة واقول له add بعدين اللي بعدها من ستين مش جدش بالك بالـ upper limit هو هزبط اللي ايه الدنيا مع نفسه مش هيحط الرقم مرتين يا هنا يا هنا خلاص من ستين لخمسة وسببين الفة ودي الكاتيجري الرابع كودها اربع وبعدين add من خمسة وسببين الف ايه تسعين الف ودي ايه كود خمسة ومن تسعين الف الى مية وخمسة ودي ايه كود ست ودوس add وبعدين من مية وخمسة الى مية وعشرين ودي ايه تسعين بود سبعة وقلوا add وبعدين اخر واحدة من مية وعشرين الف الى مية خمسة وثلاثين الف حد قولت ما احنا بنقول وفي واحد بيبط فعلا مية وخمسة وثلاثين الف هنا طالما بعدهاش حاجة هيبقى انكلودهم يعني مية وخمسة وثلاثين الف هيحطها هنا ليه عشان ما فيش كاتيجري بعد كده ما فيش كاتيجري بعد كده ليه اخيره ما تمانية ودوس هذه التمانية كاتيجرس راجع كده وقف كده على واحدة واحدة هيكتبها لك واعشر لو في حاجة نقصة صفر مسعار فيه زيادة الكلام من ده مجرد تغير هتلاقي تشينج دي بقت اكتف تيجي داس على تشينج يغير فعلا خلاص يعني لو فيه رقم كنت كاتبه غلط صلحه هتلاقي تشينج بقت ايه بقت اكتف دوس عليها هيغير الرقم وهكذا لو انا دست على التانية ايدي اهو مزبوط انا براجع عندنا الكاتب صح تمام ايه اهو تمام وادي اخر واحدة رقم تمانية تمام ايدي كده صلصت في حد تاه مني في اي حد تهين وفهمني الشاشة دي معناه ايه دكتور هو فيه الـ الـ ولي هو فيه حاجة هنا نعلم عليها او كده بالنسبة ل ده بايدفولت ده بايدفولت وخلاص هي معمولة كده التانية بيخيارك التانية في حاجتين تختار واحدة طبعا كلما بيحدسك حاجة بيبنطر يا افضل هناك اول معمولة كان هو ايجباري كده ملاحش اختيارات بيخياركش الجديدة هتشوف بها يخيارك هتعايز او الاكسيكولودت او الاكسيكولودت بتعلم خلاص وهو بيزبط الدنيا لوحدة اي استفسار في الشاشة قدامنا دي جمعا دكتور طبعا لو من البداية خالص عشان اعرف المينمم والماكسيمال عشان اقدر احدد الرينج فيه طبيقة سهلة لو عدد عندي في الديتا كتير ان انا اقدر ممكن من غير اخليه روح يحسيب للمينم والماكسيمال هيقول للمينم وكذا سهلة انا اخدها طيب تمام كده طيب كده خلاص تمام بقول له خلاص هتلاقي طبعا اوكي ايه لو لقيت اوكي دي مش منورة طبعا انك نسيت تحط الاسم هنا يعني لقيت الاوكي دي مش منورة ايما انت نسيت تحط الفارياب النيم خلاص والفارياب النيم ما قولت نفعش بقى فيه كده طالما الاوكي منورة بقى هنا كده كله تمام هتوس اوكي اها خلاص كده هو نفس نفس فيه في الداتا روح كده في عمود الداتا الويندو روح على الامبليل داتا هتلاقي فيه قلم ظهر جديد في الاخر اسمه اهي وإيه اللي مكتوب في الواحد اتنين تلاتة لغاية تمانية يعني ده الناس الانطبض من خمساشر لتلاتين الف يعني اي واحد وقد يبدأ مرتبه في الريج لو انت راجعت هتلاقي ده وقد مرتبه كم واحد وعشرين الف لغاية اهي من خمساشر تلاتين وده هاي التاج طيب تعال دلوقتي هنعمل ايه هروح نعمل بقى الFrequency Table بتاع القولم الجديد اللي هو Salary Order هروح نعمل الFrequency Table بتاع العمود الجديد خلاص كده نعم Salary Order ههو هروح كده Analyze Descriptive بس ده دكتور Nominal مش مش Ordinal يعني السلary ده اصبر علي بس حاضر خلاص كده يبقى نعم كده Analyze Descriptive Statistics Frequency خلاص اه Reset الكلام ده وهدي سلر رينجي سهول اخير اللي في الاخر تحت ده هاختار اخطار 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 طلع لي جاد البس بسيط ها حلو بس في عيب برضو لس هدي جاد ده ملخص السلر يبقى الكاتيجر الاولى اللي هي من 15-30 فيها كم موظف 263 موظف في اصغر كاتيجر وده وده لوجيك الشركات اللي نستوكيد على فكرة عشان الهرم لو شركة العكس بل هرم التنظيم تها شركة دي مقلوب يعني كأن المدارين اكتر من العمال اللي بيقصوهم طبعا 20-10 خلاص كده فعلي كده في الكاتيجر اللي هو المرتبات فيه 263 موظف كاتيجر التاني فيها 128 وانت ماشي كلما تروح محة المرتبات العالية كلما بيحصل بص الاعداد بتقلب يعني اخر الكاتيجر دي اللي هما من 100 إلى 120 فيها واحد والكاتيجر اللي بعدها اللي هي من 120 إلى 150 فيها واحد وهكذا وانت وانت ماشي طب الجدول ده في او الطريقة اللي احنا استغلنا دي فيها عبين فيها عبين العبين الاولاني ان هنا انا مقدش عايز يظهر لي واحد اتن ثلاثة لغير تمانية ايه دي ده تمانية همسة يعني انت تعالى بعد اسبوع الكاتيجر رقم خمسة دي كانت من كام لكام مش هتعرف الكاتيجر رقم اتن من كام لكام هتنسى مش هتعرف لأ ده انا عايز اكتب لي بدل لغير تمانية لا اكتب لي من 15 لان هو ايه هو ليه عمله نامنا هنا عشان هو شايف ارقام من واحد تمانية هو اشعرف فيها ترتيب ونفيهاش هو اشعرف يعني هنا ده متغير قيمه واخد ارقام من واحد لغير تمانية هيعرف من ان فيها ترتيب ونفيهاش ترتيب فهو بيعمله باين دفولت نامنا الارنا دي ما بيخترهاش فانا هنا لازم انا اغيرها وخليها اردن عادي العيب تاني يبقى العيب الاولاني ان هو انت لازم بيه دك تعملها اردن العيب التاني ما بتطلعش الطريقة التانية كل ده بيعمل اوتوماتيك الطريقة التانية اللي اخدها بعد شوية هيعملها الواحده اردن وهو الواحد اللي هيكتل لك الكاتيجرس مغير من انت ما تكتل هطلع لك بدل من واحد التمانية لا هيطلع لي من خمساشر لتلاتين الف من تلاتين لخمسة واربعين وهكذا بغاية داخل اتفضل اللي كان عزيزك الدكتور هي ليه ما ظهرتش في الفاليوز يعني برضو الرنجيت لما احنا اسمناها تمام وانا واقف على البرية والبيو ليه ما ظهرتش السلة في انها متأسمة في اللمصة سيدة محمد في الفاليوز انا اقول لك هعملها منويل دلوقتي هروح اعملها منويل هوا هنعملها ازاي منويل تعال بقا هارجع كده اتاني ادي الفاليوز البتاع الجديده اللي هو السلري آر هروح اعمل له كودنج فكن عمود الفاليو باقا تلعى الكودنج هتروح في كود انت بقا الواحد من كذا لكذا اتنين من كذا لكذا ثلاثة من كذا لكذا هروح اكتب يبقى انا اروح كذا في عمود الفاليوز وعملها بيدي دي العيب الثاني برضه اهو هروح انا هكتب بقى خلاص هكتب ايه هكوت ال one هامل اول بس ثلاثة كفاية الواحد دي اللي هي من خمساشر الف شرطة ثلاثين الف وقول له اين هقول له من ثلاثين الف شرطة ثمسة واربعين الف وقول له اين واعين رقم ثلاثة وكفاية كده المهود تكمل للآخر طبعا بس مش هكامرا عشان من ضعش وقت بعدين من خمسة واربعين الف ليه ستين الف كفاية ثلاثة وقول له اوكي تعال ارجع بقى يعمل الفريكونسي تيبل اللي عملناه مرة تاني عشان يقرأ الجديد اللي حنا معناك وشوف ايه اللي هيحسن يبقى اروح كده انالايز خلاص اعمل ريسيت وايه هتلابوس بقى قرنة والسالري لما غيرتوا اختاروا اخر واحد تحت السالري وقول له اوكي بس بدأ ايه يظهر لي اهو الكاتيجري لو انا كملت بقى البقية لغاية تمانية كانت ظهرت ويدا الجدول نهاية اللي انا عايزه الطريقة المانية لازم تعمل كل الكلام ده بايدك الطريقة التانية ولا هنعمل اي حاجة من دون هجاوب له على الثلاث اسئلة اللي هيقولهم هجاوب له منهم اتنين وخلاص على كده هو هيعمل لك كل ده هيعمله automatic انه غوردنا هيعمل لك الايه الرينجز دي automatic مش هكتب لك واحد اتنين لغاية تمانية لا يبقى هيكتب لك الرينجز دي وبص لو انت روحت على بقى الداتا اه داتا بيو تظهر بقى بصة عمودة للاره بدأ يظهر وتقدر تطير هنا اعادة وادة الرينجز الفاليو والرينجز زي ما انت عايز طب الحاجات اللي هيظهرت رينجز دي اللي انا كتبتها هتلاقي في حاجات لسه ايه الكودز ما هو اهي اربعة وخمسة وسائق اه لان انا عملت اقول تلاتة بس فاقول تلاتة كلهم تكتب والباقي ما تكتبش فيه من الفكرة دي الطريقة المانوللللللللللللللللللللللاللللاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل عشان تظهر لك كده وتروح بإيدك تغيرها ordinal اهو لأنه شاف أرقام روح للثماني هو يعرف منين أن ده ترتيب ولا فيش ترتيب ما يعرفش الكمبيوتر لازم انت لتقول لك كل العيوب دي بقى دي كنا زمان على فكرة يعني لغاية فيرجن الستاشر كانت ديلي موجود لغاية فيرجن الستاشر في الأسلس كانت ديلي موجودة وكنا راضين بيها وحلوة أول البديل تعمله بيدك بيدك بقى عايز لك خمس ساعات خلاص فديك تتقود مني خمس داقيق والعشر داقيق مش مشكلة بس وفرت عليك وقتك طويل وردين بها وجميلة تعال بقى نشوف الحديث بقى من بعد فيرجن الستاشر دفورنا بقى طريقة جديدة للكلام ده دايما لما بيضيب طريقة جديدة بقى بقى أوفر في الوقت وأسرع وأحسن وكل حاجة خلاص كده تعال نشوف هروح على ترانسفورم أختار visual binding اهي دي الطريقة التانية ده البديل بتاع الطريقة تين دول record into same variable record into different دول زي بعض بالظبط الفرق ايه ان ايه دي بيلغي الvariable القديم دي بيكريات variable جديدة طبعا أوعى تلغي اي variable موجودة عندك كريات حاجة جديدة وسيب القديم كل حاجة لها استخدامها كل حاجة لها استخدامها دلوقتي بقى طريقة visual binding بختار visual binding بختار كل الvariables اللي انا عايز اقسمهم مرة واحدة ايه انت هتلاقي في ال assignment هقولك خمسة ستة variable اعمال ليه الكلام ده هتختارهم كلهم مرة واحدة عشان تعملهم مرة واحدة فانا اختار ليه الاربع ال scale اللي واربعه دول عشان نقسمهم مع بعض اهم هاد الاربعه دول خلاص يبقى انا بختار اللي انا عايز اقسمه فاخترت الاربعه دول واقوله continue هتلاقى للشاشة اللي انا هستخدمها في الايه في التأسيمة مسكت على الشمال دول الاربع مطهرات اللي انا اخترتهم واللي عالى للمين دي شوية معلومات عنهم جاب لك اهد المينما بص انت هناك لازم تعرف المينما اهه جاب للمينما الماكسوم لان اعايزهم اعايزهم عشان نعمل اللي ايه التأسيمة اللي في دماغي خلاص كده ده ال current cell ادي اسم ال variable خلاص و ادي المينما بتاعه كام و الماكسوم بتاعه كام و شكل الده تعمل ايه اهه و ادي ال beginning salary لما توقف عليه اجيب لك معلومات ال beginning salary ده المينما موهو 9000 الماكسوم تسعة سبين الف و ادي المنسنسنزا هاير ده المينما موهو ده الماكسوم و ادي ال previous experience ده المينما موهو ده الماكسوم انت تفاضل دي عالصلا الناس اللي هتروح تصلي الاول في حرف خمس دقائق نعم عشر دقائق طيب خمس دقائق هنعمل بس واحد كفاية هنعمل واحد كفاية وبعدين نكمل ان شاء الله بعد اللي المتفقين علي طيب بادي ادي الثلاثة كل واحد تقف عليه يجيب لك فصة تعال current salary انا عندي ثلاثة زي current salary المينما موهو 15250 الماكسوم 135000 دون المعلومتين اللي انا عايزهم زي ما قلت بروح اخدد عدد الكلاسز اتفقنا انه 8 والواتس بتاع الكلاس اتفقنا 15000 15000 فبروح هنا ايه بص حتة اللي ايه ال upper point اه ال upper end point اللي هي ال upper limit بتاع الكلاسز انت عايزه included ولا excluded خيارك او هناك ما فيش اختيارات هناك by default excluded هنا بقى عندك included شغال دي حاجة شكلية فمتجرش بلك بها قوي تختار دي تختار دي ال اتنين واحد في الابر هسيبها زي ما هي included زي ما هو بايداني هرحقول له ايه make cut points ادوس انا على make cut points اهي make cut points بيسألك ثلاثة اسئلة اهم بيسألك ثلاثة اسئلة هتجاوم منهم على اتنين بس هتجاوم منهم على اتنين اول سؤال first cut point location دي المعصود بيا upper limit of the first class انا هروم بسرعة وبعد الصالح هنروم بالتفصيل يبقى اول واحدة first cut point location ده معناها upper limit of the first class تاني واحدة number of cut points ده عدد الكلاسيز نقص واحد احنا قلنا كان كلاس تماني نقص واحدي بسابعة طب ال what's اللي هو ايه الفارق بين ال upper وال lower limit بتاع كل كلاس اللي هو 15000 خلاص انا دايما بحب جاوب الاولى انا حب جاوب الاولى واي واحدة من الاتنين التانين اللي اعجبك فالاولى upper limit of the first class كنا عاملينه كام 30 الف هتجيب له هنا 30 الف اهو وال number of cut points عدد الكلاسيز نقص واحد اللي هو هتجيب له سبعة والاخيرة هو سيبه يحسب ليه كفية هيحسبها لخمشون الف والواحد خلاص كده وهقول له apply طيب قبل بقى مخرج بين في ايه سيبهين make labels دي make labels دي فكين لما روحت انا كوت بقى بايدي قلت له الواحد من 15 ل 30 والاتنين من كذا الى كذا ومن دي مجرد تدوس على الزرار ده هيعملها لك هاو هدوس على make labels هدعمك بص اقسمها لك هاو كده قسمها لك بطريقة سهلة وبسيط هاقول له اوكي هينفذ اه انا ما كنتتش بس اسم الفاريبل هتكتب له اسم الفاريبل الجديد اللي هو ال bind variable دايما انا بقى ايه عشان ما عودش تفكر كتير يكتب زي ما هو salary وجنبه حرف ال b من غير space يعني salary bind bind يعني مجوزة خلاص فسالري b كده خلاص هو جاهز هاقول له اوكي هينفذ الكلام ده بيقول لي هاي create one variable عشان ما اختار له اربعة وعملت واحد بس فهو بيقول لك ان انا هكريت واحد بس هولو ماشي اوكي تعالي بقى اروح على data بص عملها ايه كل حاجة عملها مزبوط ادي الفاريبل الجديد او salary b جديد خلاص وراح اعمل لك في عمود الفاريبل اهو تخوض الواحده اهو تمام وهو automatic عمله ايه عمله اردنال واحده ما اغيرتش حاجة ازا ما هو روح اعمل بقى الفاريبل الجديد ده هتلاقي الجدول طالع ما فيش بعد كده analyze descriptive و frequencies يعمل reset واختار اخر اهو اللي هو وقول له اوكي هيطلع لك الفاريقون ستيبل بص عامل ازاي زي الساعة اهو طيب هناخد البريك بقى بتاعنا زي ما قلنا لغاية الساعة واحدة ونص آآ لغاية آآ سوريا فالصلاة عندنا الساعة انتو كده الصلاة دلوقتي يبقى الساعة واحدة يبقى نرجع على اتنين كده يبقى نرجع الساعة اتنين ان شاء الله زي المرة اللي فاتت وبعد ان الشغل من اتنين لغاية الساعة ست ف ناخد البريك يبقى نرجع نكمل ان شاء الله الساعة اتنين تماما محدش يتأخر عشان عندنا شغل كتير عايزين نخلصه يانسوف قارجير بيزدار ترجمة نانسي قنقر